اشتركوا في القناة نعطي من حضراتكم حاليا بس مباشر من اعلى كبر اكتوبر ومحافظة القائرة ونرسل خلال البس المباشر من اعلى كبر اكتوبر طبيعة الحرقة المرورية من اعلى كبر اكتوبر كل مباشرة تنتظام في حركة السير في الاتجاهين مع اختفاء تكبزات والاختناقات المرورية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت انتشار درجال الاضار العمل المرور اللي بيتابعوه حركة السير بكافة الطرق والمحاور المرورية بجاء العمل على انتظام حركة السير وتصبي امواجه تنبيسات او اختراقات من شأنها التأثير السلبي على الحركة المرورية ادار العمل المرور يتابع من خلال غرفة كافة البلاغات المتعلقة بها الحوادث المرورية بسرعة الاستجابة لها وسرعة توجيه الرجال الاضار العمل المرور الى اماكن ترك البراغات حفاظا على حياة المواطنين وايضا للحفاظ على انتظام حركة السير بكافة الطرق ومواجهة اي اختناقات او تكدسات مرورية كما رأيكم حاليا في انتظام حركة السير في الاتجاهين على قبر اكتوبر بمحافظة القاهرة مع اختفاء اي تكدسات او اختناقات مرورية رصدنا ايضا صباح اليوم انتظام حركة السير بطريق الكورنيش وطريق اسكندريال الزراعي والمبتجه الى ميدان التحرير وايضا المتجه الى حلوان والمعادي وانتظام حركة السير ايضا في الاتجاه القادم من حلوان والمعادي بطريق الكورنيش والمتجه الى منطقة المزلات وميدان المؤسسة بشبرة خيمة والى طريق اسكندريال الزراع ما زلت بعض اعمال السيانة وتجرى طريق الكورنيش في الاتجاه القادم من ميدان المؤسسة الى ميدان التحرير الا ان تواجد توجد درجال الادارة العامة للمرور حافظ على انتظام حركة السير ومنع اي تكبسات او اختناقات مرورية بمنطقة اللي بتشهد اعمال السيانة ايضا رصدنا صباح اليوم انتظام حركة السير بطريق اسكندريال الزراعي فيها الاتجاهين سواء الاتجاه القادم من مدينة بنها الى القاهرة او الاتجاه الاخر وسط انتشار الغجال الادارة العامة للمرور اللي بيتابعوا حركة الطريق وبيعملوا على الحفاظ على انتظام حركة السير ومنع اي تكبسات او اختناقات مرورية ومنع اي تكبسات او اختناقات مرورية كما ترون حاليا انتظام تام فيه على حركة المرورية فيها الساعة الاولى من صباح اليوم السبت اختفاء اي تكبسات او اختناقات من شأنها التأثير السلبي على حركة السير ثالثا الاودار بالعامة للمرور بتابع كافة الطرق والمحاور من خلال كاميرات مرأبة ماصبتة تلك الطرق او من خلال نشر دوريات مرورية متحركة أو من خلال انتشار ضباط وأفراد الإدارة الذين يتابعوا كافة الطرق والمحاور ويعملوا على الحفاظ على انتظام حركة السير في كافة الطرق ومواجهة أي تكدسات أو اختناقات مرورية نتابعكم على مدار الساعة بكافة الأكبار المتعلقة بالحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور وبمشكر حضرتكم